السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد تمنى تكون بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله يربي يوم نشارك معكم ميرين دينا بالنسبة الناس لي ما عندنش الفران وكي دائما عندهم الاعضار انا وجدوا ميرين دينا بدون فران في المقلة دي البغرير فقط كي ما كتشوفو كتجي شابيها ميرين دينا اللي كنشرهم السنقة والمعدق رائع صراحة الاشكل ديالة كي ما كتشوفو ولا المعدق ديالة رائح كنتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم اذا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليها باللايكل ديالكم بالنسبة الناس اللي اول مرة يشوفوا قاناتي ومرحبا بكم ما تنسوش تضغطوا على زر اشتراك وتفعيل الجرس وسيوصلكم كل جديد ان شاء الله نحن نعطيه الطريقة والمقادر في نفس الوقت بالنسبة المقادر عندي جوج بيطات الحجم ديالة المتوسط نصف كاس سكر تسانيدة عندي هنا قريصة ديالة الملحة عندي كاس ديالة الحليب هنستعمل شاصية وحدة ديالة الفانيل سافي ونخلط المكوينة تمسيان هنزيد عليهم الكاس ديالة الحين اللي هنستعمل انا في هاته الخالد هنستعمل فيه جوج كيسان ديالة الحين جوج كيسان عبر كاس ديالة الحين اللي هنضيف الكاس الثاني جوج كيسان ديال اللي هنبا وجوج خمارة حمر هنستعمل جوج خمارة حمر الوزن ديالهم ثمانية جرام ثمانية جرام سافي ونخلطهم مزيان حتى ما يبقى ليش هذي الكوارة ديالة الحين هنزيد هنا معلقة كبيرة قطية الخل بالنسبة للقرعة اللي هنخدم بها اهنا هنستعمل هادي ديال كيتشوب ولا مايونس هنستعمل هادي ولي ما عندوش هادي ممكن لستعمل قرعة عادية كلمسبق اللي عمز في فيديو السابق قرعة كتقبه بشي لقطايب ولا شي حاجة ما نبعد كتبقى تخدم بها سافي عن جي واحد للغرف عن خويفي الخالد يالي باش ملين بغين خويفي الخويفي القرعة عفوا يجيني ساعد سافي ناشد القرعة ديالي مسيان هاد الخالد ما كتخلي واهلا لا يخمر ولا تحاجه حي يضغيا كي يخمر وافي جوج خمارات سافي بلي كتتخلو باتخلاط واحدا نيشان كتبقوا طيبة وفيه صفي عندي هنا يا المقلة فوق النار العفيع مهيلة مهيلة اقصى درجة من بعد كنبقى نوزع الخالي دي اللي على هالطريقة ها دي ولا هاتش كيف ساكن سالي الخالي دي اللي كامل صفي ونخلي وهي الطيب كما شفته دغية كيبقي عمد الفوقعات حيت قلت لكم فيها الخميرة مخصوش يتعطل فاش تسالي والخالي يعني جمع العناصر كامل مع بعض دياته صفي كتبقوا طيبوا هنا زربت المقطع واحد شوية هو كيدي واحد شوية دي اللي عقت ماشي بزاف وني كتبقى صناعي واحد شوية صفي من بعد كتبقى تقلبوا هنزيت نتيم معكم الثانية هلا يتشكل هادا كما كتشوفو وخا كي يجو ديك الجواني بخارجين ماشي مشكل عن قد دوهم في الاخر صاف يردوا معهم البلع اللي يتحرقوا من تحت كيديو شوية دي اللي وقت ولكن فاش كتقلبهم على وجههم ضغيا ما كيطيبوه صافي من بعد مسألة ميرندينة دي اللي بالدياب كما كتشوفو كتكون راطبة وشيشة من داخل وهنا عنقد كل واحدة على اختها ومقطعت الجواني بالسيدين على هاتشكل كما كتشوفو صافي عن السامر بها الطريقة حتى نسالي الميرندينة دي اللي الكاميرو من بعد نرجع معكم هنا عندي شوكولة مدوبة على الساقولة واحدة فوقتها بشوكولة على هاتشكل هادا كما كتشوفو تكنسالي ميرندينة كاملة أنا المقطع ما تصور ليش عادك شي ما ورد للكمش كيفاش لسقتم طريقة سهلة كتهز بحده كدير فوق منه شوكولة وقتلسق معها اخرى هنا عندي شوكولة مدوبة نزيد عليها جوج مع لقبار ديال زيت حتان ثلاثة نحط الجوانب هم اللوالة كما كتشوفو على هاتشكل من بعد نجيب فورشيطة ننهزب المعلقة شوكولة ونخوي فوق ميرندينة من فوق طريقة هادى حيث اذا غطستوها في شوكولة عدهز لكم شوكولة بزف فالطريقة هادى ما كتهز شوكولة بزف وهنا نحاول ندرب فورشيط في الجوانب ديال التبصيل باش كيها بطلق ديال شوكولة زيدة ما كديش عامرة بزف سافي ونحط فوق ورق الطبخ ولا اشي بلاستيك بلاستيك غدائي ولا ورق الطبخ اذا كان عندكم من احسن ما تحطوهاش فوق الطبصيل ولا شي حاجة اللي تلتاق لكم فيها ما تديروش الغلط اللي درت انا حطيتها فوق الطبصيل من بعد فاش بغيت انهززة لسقت صافي عاستمر هادى طريقة هتنسى لي ميرندينة كمه وهنا بنسبة زي عمدي شوكولة سوداء نزلت عليها شوية عدير شوكولة بيضة ودوبتها درتها فكيس بلاستيكي وعمقا نضير بيها خطوط على هاتشكل هادى كما كتشوفو تنسى لي كدش على هاتشكل هادى انا متأكدة ان شاء الله هيدا جربت الوصفة اكيد اعتعجبكم اعتعجب توليداتكم ان شاء الله كان هذا وشك النهائي دي الميرندينة وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى الفيديو دي اليوم يكون الاعجاب ديكم سلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة